دور أمني كبير تلعبه كاميرات المراقبة في مناطق الأنبار وعلى طول نهر الفرات مراسلنا في المحافظة عثمان الهيتي واثق لنا طبيعة الوضع الأمني في هذا التقرير قرابة المائة وستين برج مراقبة مزود بأحدث منظومة كاميرات حرارية وضعت على مدار أربع سنوات في مناطق عدة من محافظة الأنبار أصبح لها دور كبير في رصد المناطق ذات الكثافة السكانية المنتدة على طول نهر الفرات مشروع الكاميرات هو مشروع أول ما بدأ فيه بمدارة الفلوجة هذا المشروع سهم كبير في بداية تشغيله في كشف كثير من الجرائم ومراقبة الأحياء والطرق كان لها دور كبير جدا في استقرار المواطن عندما المواطن كان يعلم أن هناك كاميرات تراقب الشارع تراقب الأحياء كان نوعا من الإطمنان والاستقرار في المدينة لذلك مساهمة كبيرة مع جهود القوات الأمنية في استقرار المدينة وإعادة دعم الهم وضع كاميرات المراقبة عند مداخل المدن والطرق العامة حدت من ظاهرة السرقة ولرصد حوادث السير كما أنها أسهمت في رفع العديد من سيطرات الأمنية إذ لقى هذا المشروع إشادة كبيرة من الأهالي لأهميته في الاستقرار الأمني هناك منظومة مهمة التي خلت بعض الأمن يستقر في المحافظة وهي منظومة الكاميرات والمراقبات في المحلات والشوارع والموجودة حتى في البيوت هذه المنظومة لها دور كبير حتى قلت السرقات الموجودة في المناطق الموجودة مثل قضاء الحبانية، قضاء الرمادي، قضاء الفلوجة هذه المنظومة قلت منه هواية أمور أنا مواطن من محافظة الأنبارت نشكر القوات الأمنية على وضع هذه الكاميرات المتطورة التي ساعدت وساهمت في تقليل الحوادث المرورية والسرقة حقيقة نعيش محافظة الأنبار نقول بعض إقليم كردستان من ناحية النظام ووضع الكاميرات التي خلتها القوات الأمنية نحن نعيش هذا الاستقرار الأمني انتشار كاميرات المراقبة في عموم الأنبار ونواحيها وعلى طول الطرق الرئيسية ساهمت في مساعدة القوات الأمنية على استثباب الأمن ورصد الحالات المشفوهة ومنع تكرارها لقناة الرابعة عثمان الهيتي الأنبار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر